معنا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القيرة الإخبارية ياسر ما الذي يعني كل هذه التفاصيل قرار المحكمة العليا وهل بذلك تلبي جزءاً مما كان يطالب به ترامب حصانة مطلقة في كل أفعاله الرئاسية وأفعال أيضاً الرؤساء سواء الماضيين أو القادمين خالص التحية لك رغضة وللسادة المشاهدين رئيس القضاء جون روبرتز قد تحدث في بيان اليوم بأن الرؤساء السابقين هم محصنون ضد أي محاكمات قضائية لكن هذه الحصانة هي حصانة مطلقة في بعض الأمور ووصفها بأنها وبعض الأمور ليست مطلقة وصفها الرجل رغضة بأنها حصانة واسعة أي ليست كل الأمور وليست كل القضايا التي يقوم بها الرؤساء السابقين قد تكون تحت طائلة القانون إذا ما تعدد الحد المسموح به إذن هناك قضايا أخرى سوف يعاقب عليها أو توجه التهم إلى الرؤساء السابقين لكن لم تحدد هذه الحصانة لأي مواضيع عن مواضيع أخرى لكن بشكل عام وصفت الصحف أيضا الأمريكية كواشنطن فوست وولستريت وإي بي سي نيوز وصفت كل هؤلاء هذه الشبكات بأن هذا يعتبر انتصارا كبيرا للرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق خاصة في 2020 ومحاولته أو نعته للانتخابات بأنها مدورة وخاصة أيضا في السادس من يناير واقتحام الكابيتول بعض القضاء الليبراليين رغضة قد اعترضوا على هذا القرار أو لم يصبهم الرضا من هذا القرار كانت محكمة أخرى في وقت سابق قد قالت بأن الرؤساء السابقين هم تحت طائلة القانون وليس لديهم حصانة كل هذه الأمور وما تعنيه أو يعنيه هذا القرار من القضاء والمحكمة العليا يعني انتصارا ولو غير كامل لكنه انتصار يعد كبيرا في خطوات الرئيس السابق دونالد ترامب نحو انتهاء الانتخابات وأيضا يعني مكيدة الحزب الديمقراطي بأنه يحصل بالفعل عما يريده كل هذه القضايا سوف تكون بشكل لا لبث فيه سوف تكون بعد الخامس من نوفمبر وهو الهدف الأسمى للرئيس دونالد ترامب كي يكون بعد ذلك يعني هو الرئيس كما يعتقد والمؤشرات تذهب إليه في أفضل الأحيان يكون هو الرئيس لفترة رئاسية أخرى قد يقوم بالعفو عن نفسه أو العفو عن كل أو بعض ممن التهم في قضايا كان لها علاقة به وهذا ما صرح به أكتر من مرة وبالتالي إسقاط كل الأحكام الفيدرالية التي ربما قد تصدر ضده شكرا جزيلا لك من يويورك يا سر نور الدين مرسل القاهرة الإخبارية